اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا لم اعملتوا اشتركوا في القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاية ويلا نروح مرحبا اعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم دا وارجيكم كيف تعملوا فيشيال ماسك من شايفينو من زجاجة البيبسي او الكولا اللي لترين فخليكم معي عشان اوارجيكم كيف تعملوا هذا الماسك السهل جدا رح يسكر وجهكو كامل وبطريقة ممتازة طبعا الاشياء بدنا اياها طبعا هاي الزجاجة اللي شارينة زيها زجاجة بيبسي او كولا بتكون شفافة ما فيها اي تطاييج قد نحتاج الى فوم ممكن نستخدم السفنج العادي نحتاج الى رباط رابط قلم مكبس ممكن مشرط اذا احتاجنا مقص نحتاج الى رابر ويمكن نحتاج الى المسمار او شيء نثقب فيه وقداحة خلينا نبدأ الان طبعا انا علمت زي ما انتو شايفين عشان تشوفوا كيف القطع رح يسير في البداية بنقص الزجاجة قد ما نستطيع اقرب للقاع عشان ناخذ اكبر حجم بعدين بنقص الخل او البداية او العلو تبع الزجاجة طبعا نفس الشيء بنحاول نقصه اقرب لفم الزجاجة عشان نستطيع نحصل على الكيرف هذا بدنا اياه هذه الانحناء مهم جدا لتغطية الذقن بعدين بنقص بالنصف وين كان اللاصق عشان ما يكون بالمكان الرؤية طبعا انا عنا الشكل البداي بنعلم مكان الاذن عشان نقدر نقص حوالين الاذن زي ما هيتو شايفين الآن عم بحاول اقص مكان الاذن عشان ما تضايق الاذن او تجرحه بنفس الطريقة في الجهة المعاكسة في هذا المكان بحاول اقص الزوايا عشان ما تكون حادة لانه معظم الزوايا رح تكون حادة بحاول اني ادورها او اجعلها اقل حدة وحا نستخدم وحا نستخدم الولاعة او القداحة او شو تسموها لايتر عشان نحاول انه نخلي كل الاطراف مش شارب لانه هذي الزجاجة بتكون دايما او البلاستيكة بتكون حادة الآن هستخدم هذا الفوم حقص جزء منه ممكن زي ما حكينا نستخدم اي بلاس او ايا فوم ممكن نستخدم السفنجة تبعت الجلي ممكن نقصها بالجزئين الآن صار عندنا الشكل البداعي هستخدم المثقب عشان اعمل فتحة ممكن نستخدم البرغين سخنه ونعمل فتحة اذا ما عندكو هذا المثقب هذا تبع الورق الآن بناخد الرباط تبع الاحذية اللي كان عندنا موجود او اي رباط اخر بنعمل بنخلي شوية منه لازم تخله جزء عشان نقدر نربطه مرة ثانية ومن الجهة المعاكسة الافضل من الداخل الى الخارج عشان ما تدايق الربطة الوجه الآن صار عندنا الجزئين نربط فيها المطاطة او المغاطة او الربر عشان نقدر نشيلها ونحطها بكل سهولة زي ما انتو شايفين والآن الماسك صار جاهز ان شاء الله تكونوا استفدتوا السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد